موسيقى موسيقى ابن ملان في الوطائق العدلية تلبيد القرن العشرين لماذا تسمى ابن ملان تسمى القصابة الكوشية هذا الاسم الذي تستعمل ودابها هنا ابن ملان رأى اسم حديث الناس لم تضبطوش هذه العملية هل تعتقد بأن هذه ابن ملان كانت القصابة وكان واحد القائد من الجيش البخاري اسمه الكوش فسميت فارس فسميت القصابة الكوشية وكان توماس بيلو اسمه أسردون وانا هذه المناسبة نفتح قوسين قادية البغال يتخرب اذا نرجع البيضق ستوقع واحد تطورة في العهد الموحدي في عهد قابل مومن ابن علي القومي وقعت واحد تطورة في هذه المنطقة وطورة صنهاجة ونزلوا من الجبل ونرى أن يحطموا تقرارك كانت واحد القصابة ابنوها المرابطين وكانت فيها الجند وستعملوا الموحيدين كانت تولى فيها ألفين لغير العلوج والتوكتون مغرباء سيكون أكثر لعلوج ألفين وعلى الأقل سيكون الجنود الخرير بمعنى أنه كانت واحد القصابة من الطاورات التي يهضر عليها هي طاورة صاحب البغل صاحب البغل وهذا صاحب البغل قتلة والبكات التي قتلة فيها هو هذا البلاثة نعتقد أن اسم العين عين كانت اسم هو عين صاحب البغل أي أنه يتقتل وهذه طاورة كبيرة في العصر المحيلي وهذه الطاورات لا تجعلون اسمية في البلاثة ولا تحديد هذا قدية البلاثة العين تتجي من فمودي تلفم العنصر هذا هو السرير ما يأتي من فمودي ثلاثمه قد يأتي بلا صوته يأتي من العين ويأتي خرافة الاسم جاء من الطورة صاحب البغل أسردون تتعرف أن الأسماء تكون مركبة ستنبسطها مثلا نعطيك المثال ايتبوجك جو ايتبوجك جو لأن اللسان لا تتعرف معها بوجك جو ايتبوجك جو ولكن الأصل الأمازيغية هي ايتبوجك جو فارجعون لبني ملا تأسات هذه النواة سيأتي مولي إسماعيل سيأتي خلق هو مولي إسماعيل نعم بني ملا وذكرتي ايت ولد جنوب كان الأشخاص يقولون لا هذه المساعة ملل وليست تبني ملل لا لكي تعرف منطقة أمازيغية تتلقى ايت من المنطقة عربية تسيطر عليها تتلقى بني بني خيران بن كادا بن موسى بن ملال يا سخمان ممكن ولكن من التعرب استوطنوها القبائل العربية بالضرورة تأتي بني لا سوفنا في بن ملال كنت صغير كنت نستعمل ايت فلان ايت فلان ايت خلتي فلان ايت فلان معنى انه لانه ابن ملال هي واحد متعدد فيها الليسان وخط عربط ربقات الامازيغية تتشتغل فيها وهذا موضوع الى بغيت نتذكر لك عليه الكلام ديال ابن ملال رفي بزاف ديال الامازيغية تادابة نستعملها والاصل ديالها امازيغي نجيب لمولي اسماعيل اللي بغيت نقول لك مهم مولي اسماعيل شنو عدو المشكل كان عدو المشكل هو انه الامازيغ ديال الجبل سواء اي طاول ايت سخمان من اللي تيكون تلج تنزلو للسهل توليو القلاقين دائما السهل مضطارب شنو دار باش يمنحهم بانه ينزلو خاص يشكل واحد القابلة على طول هاد الخط ديال الجبل وشكل اتحاد ديال ايت الربع شنو يلتح الوظيفة ديال ايت الربع شنو يلتح الوظيفة ديال ايت الربع لاحظو ايت الربع شد من جيت القصيبة مدير ديال القصيبة تنزل تنزلو عادية ماشي عادية هذه معناه انه عدو الوظيفة السياسية ديال ضبط الجبل ضبط الجبل وتشكل واحد الحاجز لذلك القابلة ديال ابن ملاد وقبيلة قياشا شنو يا قبيلة قياشا تتنزلو السلطان على ضريبة بل انه مملي يأخذو الضريبة من القبائل اللي ماشي قياشا وتتنزلو اليوم على اللارد والماء اشتركوا في القناة